لا شيء يتكرر في هذا البلد بتفاصيله غير دورات العنف والرقص على جثث الضحايا أعدامات للجرحى وتصفيات ميدانية لقيادات الجيش الوطني نفذتها ميليشيا الحزام الأمني المدعومة من الإمارات في محافظتي أبيان وعدن نجحت أبوظوي في تحويل قضية ومظلومية الجنوب إلى دورة صراع جنوبي مستدام بين القطبين المتصارعين تاريخيا استحضر التأرات الماضي وأعادت مشاهد دوراته الدموية والتصفيات بالهوية هذا العقيد حسين المنصور القملي أحد منتسبي لواء 115 بأبيان الذي تعرض لغارات الإمارات وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مرئية وهو يتعرض للسحل والطعن من قبل قوات الحزام الأمني التي سيطرت على محافظة أبيان بحسب المصادر المحلية فإن ميليشيا الحزام الأمني اقتحمت مستشفى الرازي بمدينة جعار ونفذت حملة إعدامات ميدانية وتصفية لجرحى من جنود الجيش حملة الإعدامات وتصفية الجرحى أكدها الرئيس هادي الذي أشار في بيانه إلى ارتكاب ميليشيا الانتقالي مداهمات وقتل وإعدامات للجرحى والمواطنين في أبيان مجددا اتهام أبوظبي بقتل وجرح العشرات من منتسبي الجيش والمواطنين بغاراتها الجوية تعيد صور الإعدامات والسحل بحق منتسبي الجيش التي ارتكبتها قوات الحزام الأمني مشاهد جرائم تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين إلى الأذهان وهو ما يناقض التبرير الإماراتي لاستهداف قوات الجيش في عدن تواصلت حملات الاختطاف التي ينفذها مسلح الحزام الأمني فضلا عن مداهمات للمنازل في مدينة الشعب والقلوعة والمعلى وخور مكسر ودهر سعد استحدثت دوريات الحزام الأمني حواجز تفتيش في عدد من شوارع وأحياء المدينة التي تعيش مديرياتها شلالا تاما مع انتشار وسيطرة قوات الانتقالي دورة عنف تدخلها عدن والمناطق الجنوبية من جديد بسيطرة قوات الانتقالي المدعومة من الإمارات التي انقلبت على الشرعية دورة عنف تضع مستقبل المدينة والدولة اليمنية أمام مفترق طرق لا تؤدي أي منها إلى أمن واستقرار المدنيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر